هذه المناسبة التي جمعت مناضلي حزب الاتحاد من عجل التجديد والديمقراطية اير دي تمثل الدخول السياسي للحزب لعامي 2021 و2022 وهي مناسبة تسمح بمناقشة القضايا التي تنصب في مصلحة الحزب ولائب دوره في الساحة السياسية الجادية هذا واقب كلمة الترهيب التي قدمها الامين العام للحزب تناول ناصية الحديث عن رئيس الوطني رومدنغار فليكس نيالبي والذي صرد اهم الانجازات التي حققها الحزب خلال السنوات الماضية ومشاركته في جميع الاستحقاقات مضيفا بان الفترة الانتقالية تتطلب مشاركة جميع القوى الفائلة وعليه فان الحزب قد ودع استراتيجيات جديدة تتوافق مع المبادئ والرؤى السياسية مع الاخذ في الاعتبار فتح مكاتف فرعية في الولايات والدوائر العشر بالعاصمة عن جمينا ونشير الى انه في نهاية المناسبة تم ارض اعضاء المكتب التنفيذي الجديد لحزب الاتحاة من عجل التجديد والديمقراطية والذي يتكون من 34 عضوا بقيادة الرئيس الوطني روما دونغار فليكس نيالبي اشتركوا في القناة